قبل أكثر من خمسة قرون أبحر كريستوفر كولومبوس في رحلة سجلت اسمه في التاريخ على متن سفينة كهذه لينتهي به المطاف نحو اكتشاف العالم الجديد بعد رحلة مضنية خطرة على متن سفينة كهذه أبحر كريستوفر كولومبوس في رحلة نحو المجهول لينتهي به المطاف إلى اكتشاف الأمريكيتين أو على الأقل هذه هي الرواية المعتمدة تاريخيا لكن القائد السابق في البحرية البريطانية جافين مانزيس يعتقد أن ربانا صينيا مسلما سبق كولومبوس إلى اكتشاف الأمريكيتين بنحو قرن من الزمان أول من اكتشف أمريكا من الشرق كانوا مسلمين والأميرال الذي كان يشرف على الأسطول الصيني كان مسلما واسمه جين هو ويؤكد مانزيس أن الخرائط التي اعتمد عليها كولومبوس وضعها المكتشفون الصينيون قبله كولومبوس كانت لديه خريطة وكذلك دوفرغيه إذن هناك مصادر عدة تؤكد أن الأمريكيتين وضعت على الخريطة على الأقل بثمانين عاما قبل كريستوفر كولومبوس ويرى باحثون أن رحلة كريستوفر كولومبوس التي كانت مبرمجة في الأصل نحو آسيا وانتهت به إلى العالم الجديد بنيت على معارف بحرية سابقة لعصره كثير من الناس قاموا باكتشافات سابقة لكولومبوس لذلك فرحلته لم تكن نحو المجهول وإنما استند فيها إلى معارف بحارة أخرين واستطاع وضع خطة ما ويؤكد مانزيس أيضا أن عثور باحثين أثريين على مخلفات في الأمريكيتين تعود للصين أثناء القرن الرابع عشر تدعم فرضيته نص البدرياء الجزيرة لندن إحلة نحو المجهول لينتهي به المطاف إلى اكتشاف الأمريكيتين أو على الأقل هذه هي الرواية المعتمدة تاريخيا لكن القائد السابق في البحرية البريطانية جافين مانزيس يعتقد أن ربانا صينيا مسلما سبق كولومبوس إلى اكتشاف الأمريكيتين بنحو قرن من الزمان أول من اكتشف أمريكا من الشرق كانوا مسلمين والأميرال الذي كان يشرف على الأسطول الصيني كان مسلما وأسمه جين هو ويؤكد مانزيس أن الخرائط التي اعتمد عليها كولومبوس وضعها المكتشفون الصينيون قبله كولومبوس كانت لديه خريطة وكذلك دوفرغي إذن هناك مصادر عدة تؤكد أن الأمريكيتين وضعت على الخريطة على الأقل بثمانين عاما قبل كريستوفر كولومبوس ويرى باحثون أن رحلة كريستوفر كولومبوس التي كانت مبرمجة في الأصل نحو آسيا وانتهت به إلى العالم الجديد بنيت على معارف بحرية سابقة لعصره كثير من الناس قاموا باكتشافات سابقة لكولومبوس لذلك فرحلته لم تكن نحو المجهول وإنما استند فيها إلى معارف بحارة أخرين واستطاع وضع خطة ما ويؤكد مانزيس أيضا أن عثور باحثين أثريين على مخلفات في الأمريكيتين تعود لصره